لكل قوة تسيطر على بقعة من سوريا نقاط قوة وأوراق ضغط تستخدمها أمام المانحين والحلفاء للحصول على أكبر قدر من الدعم المادي واللوجستي والعسكري من هذه الجهات قوات سوريا الديمقراطية التي تحكم سيطرتها على مخيمي الهول وروج ولديها أكبر عدد من معتقلي تنظيم الدولة وعائلاتهم اليوم تكشف قسد عن حصيلة 73 عمليات أمنية ضد تنظيم الدولة شمال شرق سوريا خلال عام 2023 ووفق ما أعلنت فقد ألقت القبض على 6 من قيادات الصف الأول و352 من المشتبه بهم من خلايا التنظيم وأكد المكتب الإعلامي لقسد في تصريح لصحيفة الشرق الأوسط أن الحاملات الأمنية مستمرة ضد التنظيم متهمة دولا إقليمية بدعم التنظيم عسكريا ولوجستيا ومع نهاية عام 2023 أعلنت قسد مقتل القيادي في تنظيم الدولة أبو عبيدة المسؤول وفق قسد عن مخيم الهول وما ينفذ فيه من عمليات وصفتها قوات سوريا الديمقراطية بالإرهابية ذلك بعد تنفيذ عملية مداهمة للخيمة التي كان يقطنها أبو عبيدة داخل مخيم الهول في هذا السياق قالت مديرة المخيم جهان حنان إن ضبط الأمن في المخيم عملية شائكة ومعقدة بسبب المساحة الكبيرة واقتصار عمل الوحدات الأمنية على حراسة البوابات الرئيسية للمخيم دون إيجاد مقرات أمنية ثابتة داخله أما العائدون من مخيم الهول إلى مدنهم وقراهم فقد واجهوا صعوبة في التعايش مع المجتمع من جديد ومنهم من شكلت العودة خطرا على حياته نتيجة انتشار دعاية قسد حول قاطني مخيم الهول وأنهم ينتمون جميعهم لتنظيم الدولة وتحتجز قسد قرابة أربعين ألف نسمة في مخيم الهول بينهم الآلاف من رعاية الدول أرقام باتت كورقة لتحقيق مكاسب سياسية أو عسكرية ومادية من خلال برنامج الدعم الذي تتلقاه مقابل الإبقاء على من تسميهم عائلات تنظيم الدولة أطول فترة ممكنة في حين تغيب الآلية في فرز من لهم علاقة بالتنظيم عمن هو بريء من التهمة